بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وفي برقية التهنئة أكد رئيس مجلس النواب أن الثالث والعشرين من يوليو من كل عام يمثل مناسبة وطنية عزيزة يحتفل فيها الشعب المصري تخليدا لذكرى ثورة يوليو المجيدة